السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا بكم في تقريبين جديد وموقع جيكار لمتابعة اخر اخبار السيارات لحظة بلحظة ومعرفة المواصفات الكاملة للسيارات الجديدة واخر اسعارها وكذلك على عرض وشراء السيارات المستعملة والبحث عنها بكل الخيارات بما فيها الموقع الجغرافي لمعرفة اقرب السيارات الي تقريرنا النهاردة هيكون عن سيارة ميت سوبيش اكسباندر 7 راكب موديل 2019 والخصم اللي تم عليها التقرير النهاردة مختلف من حيث الباكيج اللي متقدم مع العربية العربية نزل بخصم 30 ألف جنيه على الفئتين اللي بنزلوا من العربية زائد سيانات مجانية لحد 30 ألف كيلو كارت انقاذ مجاني وترخيص لأول سنة مجانا العربية بتيجي بالمواصفات التالية المحرك 1500 سيسي وده بيدي قوة حصانية قدرها 103 حصان وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن ميتر وذلك من خلال نقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات وتستطيع السيارة انها تتسارع من السفر الحد 100 كيلو متر في 13.8 ثانية ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 5 لتر لكل 100 كيلو متر وخزان الوقود ساعته 45 لتر طيب الأبعاد الخارجية العربية بتيجي بطول كل يبلغ 4.475 ملي متر وعرض يبلغ 1.750 ملي متر وارتفاع السيارة يبلغ 1.695 ملي متر وقاعدة عجلات تبلغ 2.775 ملي متر السلامة والأمان العربية بتيجي بالعديد من وسائل الحماية والأمان زي قاعد من القماش ونظام قفل مركزي وشاشة LCD لعرض المعلومات ونظام صوتي من 4 سماعات ومنفز USB و EUX وأضواء أمامية هالوجين وشاشة عرض نظام ترفيه للفئة السانية وضوء ترحيبي وأضواء العودة للمنزل أيضا للفئة السانية طيب أسعار العربية بعد الخصم الفئة الأولى 315 ألف بدلا من 345 ألف جنيه أما الفئة السانية 340 ألف جنيه بدلا من 370 ألف جنيه طيب رأيي الشخصي المعارض دلوقتي في موقف لا تحصد عليه الصراحة لأن الأزمة الحالية ضغطت عليهم أكتر من حملة مقاطعة الشراء أو نقدر نقول أن الاتنين تجمعوا مع بعض يمكن التوكيلات مش هتتأثر قوي لأنهم كذبوا كتير جدا على مدار السيني اللي فاتت لكن المعارض تأثرت من حيث التزاماتها عشان كده بقينا نشوف العروض اللي على المخزون واللي على موديل السنة دي 2020 برضو لإحتياجهم للكاشف أنا عن نفسي لو محتاجة أشتري عربية مش ضروري هستنى شوية لأنه واضح أن اللي جاي تقيل لكن لو محتاجة عربية لظروف خاصة بك تقدر تشتري أو عندك إمكانية الانتظار واستنى وتفرج واشوف إلا يحصل تقريرنا بيكون انتهى شكرا على المتابعة وانتظرونا في مزيد من التقارير ولا تنسوا الاشتراك في القناة وزيارة موقعنا